حدث معي في شخص صاحب دعاياته من مطعم الى مطعم من اعشاب الى اعشاب من يعني يعمل دعايات وياخذ عليها مقابل هذا الشخص ما اذكر في حياة التقيت به ولا رأيته قط وإلا به يهاجمني وكلام سيء وينتقص انتقاص سيء ويعمل هكذا باصبعه ويضعون صورتي طبعا هو المقطع طالع بدون صورتي بعدين يوزعونه بصورتي ويضحك ويستهزئ من هذا الشخص يروح غزة يجيب تراب عشان يشهر عشان هو يعمل دعايات صاح عند متابعين مليون والاقل والاكثر يصير اعلانه اغلى حتى رأيت له اعلان اعرف صاحب الشركة اللي يبيع المنتج الفلاني فتواصلت معه قلت اشتبه هذا قال والله انا ما عارفه انا دفعت مال مقابل لشركة اعلانات فجابه لهذا الشخص يعلن يعني هل تشوفونا الآن يسب هذا ويطلع هذا عشان يكثر متابعين عشان اذا عمل اعلان يكون له متابعين وصير قيمته اكثر طيب ايش السبب يهاجمني ويسبني ويستخف ويضحك الناس عرفت السبب واذا عرف السبب باطل عجب هذا الشخص من اصحاب جمع التبرعات وانا لي موقف من اللي يجمعون تبرعات فكان في مناسبة كأس العالم الاخير اللي كانت في قطر في هناك من هذا الجنس وامثاله عاملين نفسهم يسمونه منتخب الدعات منتخب العالم الدعات لجمع التبرعات ويدعون الاسلام كما يقولون فهذا ممن يحرص على جمع التبرعات هو وانثاله معروفين فانا انتقتهم على جمع التبرعات واستغلالهم وتسميتهم نفسهم منتخب الدعات وورعوا والناس قاعدوا تسلم على ايدنا لما انتقتهم تعارضت المصالح كيف هذا يوقف ويقول حق الناس دعاة كأس العالم يجمعون التبرعات وهو ممن يجمع التبرعات فعرفت سبب عداوته لي وهجومه عليه لانني انا ضد هؤلاء لي يشتهر وحصل على اكبر مجموعة من المتابعين ثم يعمل دعايات وياخذ في مثل كويتي يقول ما شافوهم يبوقون يعني يسرقون ما شافوهم يبوقون شافوهم متقاسمون واحد من هالشكال هذه كأس العالم وجمع التبرعات لما صار عنده متابعين يروح يعمل ايش هو وغيرها يعمل دعايا لبعض اللجان والجمعيات اللي تجمع التبرعات فيخرج والجمع الفلانية والوقف الكبير وبيعش الدانير بدينار بخمز دانير وحطون صور وناس في افريقيا ناس في غزة ناس كذا هذا اللي يسوي يقول تبرعه نفسه ياخذ مقابل معسباكم الوجه الله تعالى فواحد منهم اختلف مع الجمعية اللي اتفق يعملهم اعلان لجمعيتهم تبرع الجمعية الفلانية على المبلغ الذي تم عليه الاتفاق ما شافهم يبقون شافهم يتقاسمون فاذا شفت واحد انتوا عادة فهموها اللي متابعين مليون ومليونين وثلاثة وبعض أربع ملايين يطلع ويبتسم وكذا بدينار بعشدانير الوقف الكبير مو عسبالكم هاولا يعني حرصهم على الصدقات وينفعون الفقراء والمساكين والمنكوبين لا السالفة دعاية وفلوس واموال فلما انا انبه المسلمين على هاولا اللي عندهم املاك وعمارات وشقاق في تركيا وغيرها من فلوس التبرعات هنا انصح التعبير انا اكثر سوقهم فلهذا هم كلهم يجتمعون عليه هذا صهيوني هذا في هذا حاخام ليش معكر عليهم تبرعاتهم فوالله الذي لا اله له ثبت لي ولغيري مما لا يعني يبقي مجال للشك ان كثيرا من هؤلاء يختلسون الاموال وليه مصالح من الشخصية وعمارات وشقق ويقول كتأولها يقول الناس اليوم متحمسين تبرعون بكرة اذا قل حماسهم من يتبرع فذاك احنا قلت تبرعات نشتري فيها عمارة عمارتين علشان اذا الناس ضعف حماسهم للانفاق ما يتوقف الريع العمارات نحطها حق غزة ولا حق سوريا ولا حق من بسم العمارات باسمها من الشخصية يعني لو بكرة يموت وعرفت يرثونها عرفتهم ليش فهؤلاء يعني يهاجمون من يكتشفهم ويحذر منهم وإلا هذا الشخص من الذي حمله يتهجم بهذه الطريقة ويتهكى ويستهز فاكتشفت إنه وإيش ممن يجمع تبرعات أصحاب غزة ما غزة والتراب غزة وكاس العالم والدعايات وإذا عرف السبب بطر العجب ترجمة نانسي قنقر